اسم التجربة تحضير الكواشف المنزلية الهدف من التجربة يمكن لأي شخص الكشف عن المواد التي لديه إذا كانت مواد حامضية أو مواد قاعدية دون اللجوء لاستخدام كواشف كيميائية نحتاج في هذا النشاط إلى ملفوف أحمر منقوع الملفوف هيدروكسيد السوديوم حمض الهايدروكولوريك قليل من الشاي سائل قليل من عصير الليمون أنابيب اختبار على حامل خطوات التجربة نضع كمية من حامض الهايدروليك في أنبوب اختبار ثم نضع كمية أخرى من الحامض في أنبوب آخر محباب 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 نضيف قليلا من الشاي الى الانبوب الذي يحتوي على الحامض ونلاحظ ان لون المحلول في الانبوب هو افتح قليلا من لون الشاي السابق نضيف قليلا من منقوع الملفوف الى الانبوب الاخر الذي يحتوي على حمض الهايدروكلوريك ونلاحظ تغير في لون المحلول لقد اصبح اللون احمر بينما كان لون منقوع الملفوف سابقا بنفس جي اشتركوا في القناة نضع كمية من محلول هيدروكسيد السوديوم داخل انبوب اختبار ثم نضع كمية اخرى في انبوب اخر نضيف قليلا من الشاي الى الانبوب الذي يحتوي على هيدروكسيد السوديوم نلاحظ ان لون المحلول في الانبوب هو اغمق من لون الشاي السابق نضيف قليلا من منقوع الملفوف الى الانبوب الاخر الذي يحتوي على هيدروكسيد السوديوم ونلاحظ التغير في لون المحلول لقد اصبح اللون اخضرا بينما كان لون موقوع الملفوف بنفس جي سابقا لو كررنا التجربة باستخدام قليل من عصير الليمون نجد ان التغير في اللون يشبه التغير الذي حصل مع حامض الهايدروكسيد السوديوم اشتركوا في القناة